اشتركوا في القناة 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 لماذا تدري فشكي تزاد من كرش أموت يضعها لها على صدرها؟ لماذا؟ لأن أعرف ذلك الوليد كانت طاقة بين الأم والولد يكسبها الوليد من الأم والأم تكسبها من الوليد الأم مازال محتاجة لولدها هي 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 مازال محتاجة للحضن ذلك الحضن لوليدة الصغار يدوي بزاف الهموم والجروح والوليدة هو ذلك الحضن لأمه يحس بالدفء يحطيه النمول الصحيح و يفتح لي الشاهية بزاف الحويجات يدخلوا يقرأوا عليها شنها هي هي الأمومة؟ شنها هي الأم اللي ولدت شنو اللي ربيت راه لا حلاقة؟ لا حلاقة، راه حس بيا الله ونعم الوكيل في هاد الفعل الشائم اللي داروا هاد أد وجوه النحس راه حرام، حشومة أنك تطهر أو لا تخطن واحد الوليده الأم دياله محاضراش احنا عرفنا سومية غلطات بالخارجة ديالها و بالخصوص أن أولادها بقين بني ديكم ما كانش عليها كان عليها تراعي، كان عليها تشور كان عليها تخرج كل كلمة و تعرفها في أنت تمشي تخرج وتضرب وتقيس تعرف بأنها راكين أولادي عند هادوك يقدروني يضربوني بيهم و ينتاقموا لي منهم ماشي غير يضربوني ولكن غير ينتاقموا بطارق و أحدين أخرين و مابعيتش 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 والله أعلم لا تكون الصدمة القاوية يقدر تكون ديك سلسابيل بنت سومية تقدر تكون حاطها يكون حاطها في الحل المدني اللي ما بينوا بين إيمان ما أعرف، أنا أريد أن أفكر بحل ماك تقدر تكون صدمة السومية، تقدر تكون صدمة ليعطاء الحياة و أنا أرى أن تكوني، فالصراحة الوليد، فالشي تطهر، فالشي تختم، تحتاج الأمم و ما أعرفتش أنا كيف أجتمي لحد الساعة صابر، أختي ديك تطايحة لتحتي ديال الإرجانس أصير أختي تطايحة أقدم الباب، أنا منك أختي، منك أختي، ما نصبرش نكتب عليك، الصراحة نقوله منك أختي، نلبس جلابتي و ما يعرفوني فين زدت، عتن ندخل عتن تلبس معهم حق صيدة يا ربي الله أنت تلبس معهم، معتن بالموز الكوزينة، ما يعرفوني يشابه ولدي يلبس صح أول شيء نديره، ما نقع لأولادين عنكم؟ نعنك أولادين ونبوسهم، نشوفوا، ما تديره؟ شوفي، ديلي راسك ما تتشوفيهمش، حق صيدة يا ربي الله تنظر معك، من نيتي دير راسك ما تتشوفيهمش، عماء لديهم بذاوم، عماء لديهم، عماء لديهم، عماء لديهم، أعطى الدخل عليهم، شوفي يشوفوا رصاعة تتلبسي معهم، شيري عند ولدك ولو ولطة حالي، عنقيه وشميه وبوسيه، بغي يجيب لك الجنضر، بخليه يجيب الجنضر، ما يجيب البوليس، يجيب المخزن كامل، أولادك أختي الكبدة، الكبدة صعيبة أختي الكبدة وشوك في كبدك، شوك أختي شوك أختي شوك أختي الله ياخذ فيهم الحق، وذلك اللي تقول لي حقوها، ضلموا إيمانا، أرى هذا الفعيل، هذا الفعيل، أرى كون ما كانش المساند الرسمي، أرى هو، يقدر يكون معندوش هذه الفكرة، وتقدر هي تعطيها لي، كي يحرقوا فيها السيدة، فهمتوني كيف هاش، كي يتطلقوا أفكار بعدياتهم الشيطانية باش يحرقوا هذه الأم، ترى خرجت هذه الخارجات التي قلت ترزيغ لك بالمصائب، هذه الخارجات التي لم تكن لديها قانون، كانت تخرجي خارجات التي تكون يدافع على حقك، هو، تبغي أولادك، وكان ذلك التفاهات، ذلك اللي يطي، اللي أعطيتي، ما ليس له معنى، لا يتعود هذا أصلا، لا يتعود هذا، وذلك المتابع، لا يستغرقوا في المشاهدة، سوف تخرجي وقفت معك بدون ما تعود إليها غينتي بغيت تطرطر يا أختي وزربتي يغوّوك لكن ما توليك بغيت تطرطرل أحد زربتي kat מא�فتي وتخلصي بالكبدة هل تخلصي بجميع عليهم والدي المسيكين بكتبة وذلك ينظر النارية يجب أن تخلصي النارية وقدانت معكم بوجب أمر و كيف تساقع بمساكين و كفار و عيادة الله و كيف تساقع بمساكين و كيف تساقع بمساكين و كيف تساقع بمساكة سخانة إلى خصوص أورجانس أعتبر الأخير تريدين يكتبين انت أخيرا تأهد اولادها لأخيرا حقا كانت احيما بأكتر من نفسها كانت تتفكر الأضراء كانت تجلب بنتي ولكن فين فكرت فكرات في الخرع قالت رغت بشي وتقادل او مرسا على الخرع ما بشتشعلت العوافي مشتشعلت العوافي تتزند ناري 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 دوز على الواد الهرهوري لدوز على الواد السكوتي اه ممتي هدوك يكونوا ساكتين ويسميوها تحت عنوان الرزانة اللي بحر ماشي الرزانة هذيك تحيالت الحيولة هذيك حايلين وعارفين اش كيديرو جابوا الدرية بنت تمانية وعشرين عام تزوجها بقى يلا عندها 22 عام ولا 24 وليش حال عندها بنتمانية وعشرين خمسة سنين بش مجوجها تنتم وعشرين عام جابها بقى ذمها على خدها نضحكوا عليها وسلو مننا جوجت ديال الدرية يتبرك الله وصيف طوار جعوه والله تتبان كبر من هذه الزرقة والله ولا تتبان كبر منها لا حاولة ولا قواته إلا بالله الابنات ما كدبت عليكم انا رفعش نخرج الفقوصة على سومية اراها ما بغيتاش تخرج ذلك الخارجات اراها قلت لكم غادي يضروها اراها غادي يرجعوا عليها بالسيلبي وها ما ترجعوا عليها بالسيلبي كيعطوها بالبارد انا رفعش نخرج أنت قمت ارضنا الربيض العقل و حتى يكونون يجنبون و يجنبون و يجنبون و يجنبون و يجنبون و لا تحاولي. لا تحاولي. انت تشويه فيهم و يجنبون لهم حالكة و لا تشعلي فيهم و يجنبوني بك فكرا لك أكبر نقطة ضعفة يجنبون بها. ما كيفكروا شما الولاد يقدروا ينتقموا منك بدوك الولاد بلا ما يعرفوا ما بلا ما يحسوا بدوك الولادات بلا ما يحسوا استغفروا الله وأجوبوا إليه والله العظيمي لخص أسمية الدير شي شي خطوة كبيرة رقل تكبر هات صغار أنا في نظاري تبشي أختي تهجم عليهم تبشي أختي تهجم عليهم ما يبشي معها لباها الأموها تخلي عائلتها في التيقار اللي بتجليبت ونشي الطاكسي ومشي أختي نتحيل حتى نشوف الباب تحلوا ولا دخلوا ونتسلت ليهم تنبعت معهم وسط الدار تنبعت معهم والله يسترخفنا علي يديروا فيها شي مشكل شي جريمة ولا لحقاش رأها كل شي ممكن يقدروا ما يحنوش فيها ويقولوا لي الهاجمي موت شرع قدروا فهمتوا أنا عادتي خلعني والله الهاجمي موت شرع حقها حجمت علينا وضربتنا ولا دارت لنا والثقافية وهو هي عندها دعوة في المحكامة يقولوا لا أنت عليش بشي يتيب لقانون ولكن أولادها دارت خطأ كبير كبير وفادح اللي غادتتعدى براسة حياتها كلها ما عندما غيطلع من البكوشكة والقانة الطالعة والفلوس داخلها والله يتغتتعد به في حياتك ما تشدي ولادك حتى حتى حناك تصموطوا ما تشدي ولادك حتى جميع الأمراض يركبوك في جسمك ما كانش عكتخليهم أبدا كانوا أولادك يكونوا في جنبك لأن أولادك هو ما نقطة دي القوة ديالك أولادك هو ما نقطة ديال القوة مش نقطة ديال ضعف أنت سمحت في أغلى ما عندك سمية للأسف وبإيراتك هدو اللي يبقى فينا حنيتي فيهم قلتي أرى حنيتي في القبار وما حنيتيش في راسك قلتي أرى نخلي الممنين يدوز ومشو نخليهم بدلاري لعل الله وعاسي يشوفوا الوليدات وهذا ويجوا ورجعوني ساوا ضارب الدنيا بطالون مع لباله لا بك لبأ أنت عمني بشيت وخليتي لدرالي يدك يأجتوا فرصة من دهاب إن الله يمهل ولا يهمل أكيد رب ما غادش يضيع لك حقك وإن شاء الله الاختانة أصلا لوليد الفشكي تخطن لإنسان يبرد كانت تمنى رب تشوف هذا الفيديو فشي يكون مخطن لا تقدري أختي تركبيه على عود لا تقدري خليه ماشي مشكلة يبرى إن شاء الله يبرى وذلك الساعة تشدي وليدك بين يديك وذلك يحفل خيتان واخه يكون دازل لختانة دياله ندير لولدي ذلك الشيء لاشهو وذلك الساعة يركب على العود يكون فرحان وذلك الساعة يديرون ليلة بليلتها ولو تيخطن ويخللوا يد حتى يبرى يديرون ليلة دياله وعود ثاني في النفاس ديال المرأة لا يديرون نهار سبع أيام يدبحون بهما يقدرون نهار سبع أيام والسبوع ما يديرون حتى تبرى للمرأة ويطموض من نفاسها وتقول يقادة ولكن تفاتحة تبرى لالفتحة يديرون سبوع ثاني لكي تحس بيال المرأة وتكون مرتاحة وما يقول رجل يبقى في كل حال إن شاء الله يجمعك مع وليداتك والله يرزقها صحيح والسلام وديري حفلاتهما